أعتقد أن أهم ما في القائمة المشتركة هو أن تجمع الأقلية القومية على برنامج سياسي واجتماعي مشترك وهذا ليس بالأمر الصهر نحن نعيش جزء من الشرق والأسف الشديد الشرق يقتل على خلفية الهوية والأيدولوجيا بالسنوات الأخيرة ونحن أقمنا هذه القائمة التي تجمع بين شعوعيين وإسلاميين وقوميين والإبراليين لا شك أنها لحظة فارقة في تاريخ جماهيرنا وفي تنظيم ذاتنا وأعطتنا قوة غير مسبوقة وصلنا إلى 13 مقعد إلى القوة الثالثة 88% من أبناء شعبنا صوتوا لنا كل هذا ومفروض أن يعطينا دفع قوية الأمر الأساسي أننا نريد أن نكون جزءا من العمل السياسي ومن التأثير به فالمرة القادمة ممكن أن نحصل على أكثر من ذلك وأن نكون عامل مركزي ومؤثر أكثر القائمة المشتركة تشكل قلقا حقيا لنتنياو والدليل أنظروا إلى تصريح يوم الانتخابات بأن العرب يتدفقون بالحافلات إلى صندوق الاختراع القائمة المشتركة خلقت وضعا مهما لنا ومقلق بالنسبة لليمين بأننا نستطيع أن نؤثر في حالة حصلنا على 13 مقعد أو أكثر من ذلك لا شك أن هذا ممكن أن يضرب إمكانية أن يشكل اليمين الحكومة أو على الأقل أن يشكل الحكومة لوحدي ونحن نعرف أن نتنياهو منذ سنوات التسعينيات منذ اعتمد رابين على أصوات النواب العرب من أجل أن يمرر اتفاقية أوسلو منذ أن خاض الانتخابات نتنياهو مقابل بيرس في العام ستسعين والفرق بينهما كان 30 ألف صوتا ونتنياهو قلق من الصوت العربي الآن بوجود القائمة المشتركة ومحصولنا على هذا العدد الكبير من المقاعد غير المسبوك منذ العام 48 هذا يؤكد بأن نتنياهو قلق من القائمة المشتركة وأنا واثق أنه في الانتخابات القادمة سوف تتعزز قوتنا مما يخلق قلقا كبيرا لليمين ونتنياهو ألمانيا لديها حساسية بالتعامل مع إسرائيل وأنا أفهم البعد الأخلاقي لتعامل ألمانيا مع الشعب اليهودي بعد الكارثة الرهيبة التي حلت باليهود وغير اليهود هذا أمر أخلاقي وصعيح ولكن على ألمانيا أن تفرق بين موقفها من الشعب اليهودي من المفروض أن يكون موقفا أخلاقيا وبين موقفها من حكومات إسرائيل لا سيما هذه الحكومة الموغلة بالعنصرية وفي تكثيف الاستطان وفي منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل نحن تحدثنا مع مسؤولين ألمان حول هذه القضية وقلنا لهم أن اعترافكم بالكارثة هو أعطاكم شرعية وأعطاكم قوة وعلى إسرائيل أيضا أن تعترف بنكبة الشعب العربي الفلسطيني هذا موقف أخلاقي أنا شبهت اليهود الألمان أو في المناطق التي احتلها الوحش النازي بأنهم كالذين يعيشون في عمارة اشتعلت في النيران فقفزوا من النوافذ ولكنهم قفزوا علي أنا الفلسطيني وكسروا عظامي هذه الجريمة النكبة في العام 48 يجب أن يتم الاعتراف بها وتصحيح الغبن التاريخي وأيضا قلت للمسؤولين الألمان كما كل أفكار عنصرية تبدأ بالهجوم ضد الأقلية ولكنها لا تكتفي بذلك بل تصل إلى قوة حقوق إنسان وإلى قوة يسارية تماما كما يحدث ثراء في إسرائيل من خلال ملاحقة الجمعيات ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني التضييق على المحكمة العدل العليا ملاحقة وسائل الإعلام والسيطرة عليهم كل هذه الأمور تشكل بذور للفاشية وألمانيا عبر تجربتها التاريخية يجب أن يكون لها موقفا أخلاقيا صميميا بهذا الصدد أنا سعدت بلقائي مع أحزاب اليسار وعندما تحدثت في مواقف فاصلة رأيت التأييد في وجوههم وفي تصفيقهم وبرأيي هذا جديد في السابق كانوا من الصعب عليهم نتيجة للإرث التاريخي ولكن هناك تحرر ما من هذا الثقل التاريخي وهذا مهم فهم الآن يدركون الفرق بين الشعب اليهودي الذي يجب أن ترتبط علاقة ألمانيا به كعلاقتها مع أي شعب آخر باحترام شديد بالتأكيد خاصة مع الشعب اليهودي في ظل الكارثة ولكن أن يفرق بين هذا وبين حكومة إسرائيل هذا الوضع أوضح لليسار اليوم من أي حزب آخر ونحن نعتبر ذلك مقدمة مهمة وعلينا أن نثابر من أجل أن يكون هذا هو الرأي السائد في ألمانيا عموما الحقيقة هذا الأمر ليس سهلا أنا شخصيا متفق مع ذاتي 80% عندما أقف أمام المرآة في الصباح أقول أذهب إلى هنا أم أذهب إلى مكان آخر فكيف عندما تتحدث عن 13 عضو برلمان وعن أربع أيدولوجيات هذا ليس سهلا ولكن المسئولية الوطنية تحتم علينا جميعا أن نؤكد الأساس على حساب الثانوي والأساس هو أن نناضل من أجل إنهاء الاحتلال أن نناضل ضد التمييز ومن أجل المساواة التامة ومن أجل العدل الاجتماعي باقي القضايا ممكن أن نعززها من خلال عمل الجماهير وليس البرلماني أي أن امتدادنا الأيدولوجي ممكن أن نقوم بهذا الدور أساسا بين الجماهير من أجل أن نعزز من أيدولوجيتنا وكذلك بالنسبة للإخوة في الحركات الأخرى ولكن في البرلمان أن نجد كلمة سواء نتوحد حولها من أجل أن نعزز الأساس على حساب الثانوي أستطيع أن أقول بثقة بعد سنة ونصف من انتخابات الكنيسة أن كل من راهنا على إرفضات هذه القائمة بعيد الانتخابات فشل هذا الرهان ونحن ما زلنا مع بعضنا البعض هنا في ألمانيا أنا بزيارة مع أخي مسعود غنايم وهو نائب ورئيس قائمة الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة وهو مركز عمل القائمة المشتركة وأتعامل معه ويتعامل معي بوطنية صافية من أجل أن نعزز هذا الانتماء المشترك وهذه الرؤية المشتركة من أجل أن نكون أكثر إفادة لشعبنا وللقضايا والمصالح الحقية للشعبين بالعيش بسلام ومسواة ديمقراطية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر